موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين موسيقى الحكومة تؤكد أن تصعد ميليشيا الحوثي في مأرب يكشف موقفها الحقيقي من السلام موسيقى فقدان أربعة بحارة يمنيين جراء غرق مركبهم قبالة سواحل المكلة موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم نددت الحكومة اليمنية بتصعيد ميليشيات إيران الحوثية في محافظة مارب وقال وزير الإعلام معمر لإرياني إن المناورة التي نفذتها ميليشيات الحوثي في مدرية سرواحة باستخدام طائرات مروحية ومسيرات إيرانية الصنع وما رفقها من قصف صاروخي تكشف موقف الميليشي الحقيقي من السلام وتقوض دعوات وجهود التهدئة وأوضح وزير الإعلام أن ميليشي الحوثي الإرهابية تمارس هذا التصعيد العلني والسلوك الاستفزازي دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة والمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها جراء الحرب وأكد الإيراني أن مأرب التاريخ والحضارة أرض الكرامة والبطولة التي وقفت صامدة في وجه ميليشي الحوثي مدافعة عنها عن سيادة اليمن وعزة وكرامة اليمنيين ستظل سدا منعا في وجه مشروع إسقاط الجمهورية وتحويل اليمن لولاية فارسية فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس منزلي المواطن محمد الجهمي في منطقة أزور بصرواح غربي مارب وقالت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي سبق وانفجرت تسعة منازل في ذات المنطقة وذلك في إطار مسلثة للإرهاب الذي تمارسه ضد خصومها في المناطق الواقعة تحت سيطارتها وفي وقت سابق استهدفت ميليشيات الحوثي تجمعات سكنية لنازحين في محافظة مارب بصاروخين باليستيين توفي أسير من قوات الجيش الوطني في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة فات صنعاه وقالت مصادر مقربة من أسرة الضابط في الجيش الوطني فيصل عبد العزيز أبو راس لموقع الصحوة نت إنها تلقت بلاغا من الميليشيات الحوثية يفيد بوفاته وكان فيصل أبو راس أحد ضباط لواء الفتح الذي يرابط في محافظة صعدة وتعرض للأسر أثناء المعارك التي دارت ضد الميليشيات الحوثية في جبهات المحافظة شارو إلى العشرات من الأسرة والمختطفين فارقوا الحياة في سجون الإرهاب الحوثي بالعاصمة الصرعاء وذلك نتيجة للتعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له بإشراف خبراء من إيران وحزب الله اللبناني خلال نحو عقد من الزمن أنتجت نظرية ولاية الغدير موتا وخرابا وفقرا على أرض الواقع وهدمت مقومات الدولة وأسس الأمن والاستقرار تسع سنوات من التطبيقات الحوثية لنظرية الغدير تقدم الصورة الحقيقية لتلك الفكرة الجهنمية وتختزل تاريخا كالحا من المجاعات والدم بدءا من القضاء على الدولة والانقضاض على مؤسساتها ومواردها وتعطيل الدسور ومنشنة السلطات الرسمية والانقلاب على النظام الجمهوري وإعدام الهامش الديمقراطي وتجميد العملية السياسية مرورا بتحويل أملاك الدولة ومشاريع الخدمات العامة إلى مقتنيات خاصة لأبناء الغدير والاستثمار التجاري الجشوع في القنوات الخدمية التابعة للدولة والتي تعتبر حقا عاما في الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس الحكومية وليس انتهاءا بمصادرة الحقوق والحريات العامة بحذافيرها فلا يحق للمواطن مشاهدة قناة إلا المسيرة وما سيرها من شاشات الإعلام الطائفي وحادي اللون ولا يحق للطالب أن يقرأ إلا الملزمة وما لازمها من تحريفات حوثية آثمة في المنهج المدرسي الإجباري والتطفل السفزازي من قبل عيال الغدير على كل مجالات الحياة الاجتماعية فبيدهم فقط أذون الأعراس وحفلات التخرج وشؤون صالات العزاء ومنابر المساجد وتفصيل ما تلبسه المرأة ولديهم اهتمام كبير بقضايا الصحة الإنجابية وتحديد دوام العمل في الحمامات العامة وقضاء الحاجة مع تجويع المجتمع والتطاول على الكرامة السكانية وارتكاب جرائم العيب الأسود ضد النساء الماجدات واقتحام البيوت وترد العائلات وضرب المسنين وتحويل محافظات سلطة الغدير إلى بيئة مزدهرة بالجرائم اليومية والمقابر المزركشة والكربلائيات الكرنفالية قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها وثقت أربعين حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الفين وثلاثة وعشرين وارتكبت ميليشيات الحوثي أكثر من نصفها وأكدت نقابة الصحفيين في تقرير أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن زالوا عند المستوى الحري والخطر في ظل التواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإيقاف الممارسات القمعية واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام وأشددت نقابة الصحفيين على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحفة تعمل الآلية الإعلامية لميليشيات إيران الحوثية على تزوير الواقع وتحسين ملامح الوضع المعيشي في مناطق سيطرتها لكنه ما إن تلوح بل تلوح فرصة لأحد العناصر الحوثية بالهرب من جحيم الميليشية الذي زينه حينا من الزمن حتى يتمسك بها ويقدم اللجوء إلى دولة الغرب التي يهتف بالموت لها على طول بعدها إلى عند رب العالم للح المخزن ومكيز جنب الإمام علي والذي رفع السماء إلى عمد يحدثون الناس عن جنة الحوثي لكنهم مع أول فرصة للهروب يذهبون بعيداً عما صوروه للناس جنة فإذا الإعلاميون الذين صفقوا لميليشية إيران أول الناس فراراً منها وطلباً للجوء بعيداً عن جحيمها المنتهك لكل حقوق الإنسان لكن ماذا عن أولئك الذين لم يسعفهم الحظ ليكونوا ضمن الوفود الحوثية ليجدوا طريقاً للهروب ووسيلة للجوء تؤكد الوقائع أن أمثال أولئك بين خيارين خيار التصفيق دون قول لا وخيار التصفيق مع إضافة لا أحياناً ليصدقهم الناس لكن جحيم ميليشية إيران لا يقبل له حتى لو كانت ممزوجة بتجميل جرائمها قدر الإمكان ولعل ذلك ما تجلى في الهجوم الحوثي الشرس الذي وجه لناشطين مؤيدين للميليشية على خلفية إشارتهم لعدم احتفال الحوثيين بثورة سبتمبر رغم احتفالاتهم الباذخة بالمناسبات الطائفية ليأتي الرد الحوثي عبر ذوبابه الذي أفرغ كل قاموس البذاءة في وجه أولئك وحصرهم بطريقة جعلت بعضهم يعلن خوفه على حياته لتصبح الحقيقة التي لم يعد يجادل فيها حتى الذين ظلوا لسانوات يكذبونها أنه لا أمان في مناطق الحوثيين لأحده وأن الجميع يترقبون الفرصة لمغادرة الجحيم وأن البعض يجد هذه الفرصة متمثلة في مواصلة التطبيل حتى يجد الفرصة للرحيل وذلك مسار خاطئ يسهمون من خلاله في استمرار الخطيئة الحوثية ولو انحازوا لشعبهم لم يظلوا يترقبون الفرصة للرحيل بل نالوا شرف مشاركة الجيش والمقاومة في ترحيل المشروع الإيراني إلى مزبلة التاريخ بحث سفير بلادنا لدى واشنطن محمد الحضرم اليوم مع السينتور الأمريكي كريس ميرفي جهود السلام في اليمن والتطورات الحالية وقال السفير الحضرم في بياننا على تويتر إن اللقاء ناقش انتهاكات ميليشيات الحوثي وأهمية وحدة اليمن كما ناقش اللقاء عملية السلام وكيف يمكن للكونجرس دعم أفضل جهود السلام في اليمن من جاته رحب كريس ميرفي في تغريدة على تويتر بزيارة السفير الحضرمي إلى مكتب وأكد أن الوقت قد حال لبدء عملية المصالحة السياسية في اليمن أقدم مسلح حوثي على طعن والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بمحافظة تعز وقالت مصادر الصحفية إن مسلحا حوثيا من عزلة الأمجود في مدرية التعزية أقدم على طعن والده واثنتين من شقيقاته بعدة طعنات نقلوا على إثرها إلى مستشفى خاص في منطقة الحوبة وأشارت المصادر إلى أن حالة الأبي حارجة وقد جرى نقله إلى العناية المركزة وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي يدعى أصيل محمد عبد الجليل سرحان وقد ارتكب جريمته بعد أيام من عودته من دورة طائفية تابعة لجماعة الحوثي الكهنوتية يذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية قتل وأصيب المئات جراء جرائم العنف الأسري التي يرتكبها عناصر حوثيون ومتحوثة تحت تأثير الأفكار الطائفية الإرهابية والبسمومة فقد أربعة بحارة يمنيين ونجا آخر جراء غرق مركب تجاري كانوا على متنه في بحر العرب قبالة مدينة المكلة وقال مصدر في خفر السواحل لوكالة تشينخوا الصينية إن مركبا يستخدم لنقل البضائع تعرض للغرق قبال قبل ثلاثة أيام وعلى متنه خمسة بحارة أثناء رحلة انطلقت من المكلة إلى جزيرة سوقطرة والبحارة الخمسة جميعهم ينحدرون من مدينة الخوقة الواقعة في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر من جهته أوضح رئيس جمعية شباب الخوقة التعاونية السمكية خالد عبدالله زرنوقي لوكالة الشينخوا أن البحارة الخمسة من أبناء منطقة الوعرة في مديرية الخوقة بالحديدة وقد انقلب بهم المركب في الممر الدولي في بحر العرب قبالة المكلة وعشار الزرنوقي إلى أن البحارة الخمسة كانوا في مهمة نقل بضائع تجارية من المكلة في محافظة حضر موت إلى جزيرة سوقطرة أشهر أمس للثلاثة في مديرية مرخ السفلة حلف أبناء وقبائل شبوى برئاسة الشيخ علي حسن بن دوشل النسي وبحضور مشايخ وأعيان ووجهاء ومرجعية المحافظة ودعا حلف شبوى إلى تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤون محافظاتهم محافظتهم في المجالات كافة والاستفادة من ثروات المحافظة وتسخيرها في مشاريع تنموية تعود بالنفع للجميع وإتاحة الفرصة للكوادر المحلية من العمل في الشركات التي تعمل في المحافظة وبارك الحلف تشكيل المجلس الوطني الحضرمي الذي أتى معبرا عن تطلعات أبناء حضر موت وموحدا لهم ومعززا لمكانة حضر موت التاريخية والاقتصادية وأشهد الحلف بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن نرحب بالأخوة مشايخ وواجهات شبوة والأخوة كوادر ونخض شبوة الأخوة أبناء شبوة الحاضرين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في هذا اليوم ونحن نعلن لكم إشهار حلفة أبناء وقبائل شبوة مكونا اجتماعيا لكل أبناء شبوة كما ظلت جامعة توافقية قايتها الأولى والأخيرة هي شبوة وأبناءها وقد أنبثق هذا المكون بعد تواصلات واجتماعات وسعي العدة أشهر من مشايخ وأكاديميين وقادة وقادة راي وشباب إيمانا من الجميع بتجاوز مختلف التعصبات الحزبية والعنصرية ولزوم توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر حتى الوصول إلى توافق شبواني يرجح فيه الجميع المصلحة العليا ويتوافق فيه الجميع على رسم رؤية شبوانية شاملة تمثل جميع استحقاقات شبوة وأبناءها العادلة في الحلول القادمة وتحدد آليات حلحلة قضايا شبوة بالتنسيق والتكامل مع السلطة المحلية ومختلف المكونات السياسية والمدنية كما أننا نشيد في حلف أبناء وقبائل شبوة بالدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدعم المحافظة خصوصاً والوطن عموماً في مختلف الجوانب والمساعي نحو الوصول إلى حلول عادلة تلبي تطلعات العادلة للجميع وتمثل فيها جميع القضايا للوصول لسلام عادل ومستدام ونشيد بدور السلطة المحلية وما تقدمه من جهود في جميع المجالات وأشكر كل من ساهموا بإنجاح هذا التقارب والالتفاف الشبواني وتساموا على التباينات الضيقة وسعوا ولا زالوا للتقارب والتوافق بين كل أبناء شبوه على ما يجمعهم وينتزع كامل حقوقهم بالطرق القانونية كما هو الشكر والتحية موصولاً لجميع من باركه سواء بالحضور أو بالتواصل اتصالاً أو رسائل أو في مواقع التواصل الاجتماعي من السلطة المحلية ومن مشايخ شبوه ومن المكونات السياسية والمدنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد وكيل محافظة أبيان أحمد ناصر جرفوش أن تدخلات المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني ما زالت غير مجدية ولم تحقق المرجوب منها على الرغم من مرور أكثر من عشرة عوام على بدايتها وقال جرفوش إن عشرات الأسر من أبناء محافظة أبيان ما زالوا يعيشون خارج المحافظة منذ نزوحهم منها اضطرارياً بعد سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة عليها ومن ثم سقوطها بيد ميليشية الحوث الانقلابية وأوضح جرفوش أن بقاء المواطنين في أماكن نزوحهم يأتي نظراً لتعرض مساكنهم للدمار الكلي وعدم تمكنهم من الحصول على المساعدات الكافية للخروج من دائرة المعاناة إلى التي تزداد مؤخراً بشكل مأساوي ودعا جرفوش المنظمات الدولية إلى رفع مستوى تدخلاتها والانتقال من محارة الطوارئ إلى مرحلة البناء والتنمية والعمل على إعادة إعمار ما دمرت الحروب بما يضمن عودة النازحين إلى مدنهم بعد أكثر من عشرة عوام على خروجهم منها أقامت جمعية البركة النسوية في أبيان ورشة تدريبية خاصة بالنساء الفقيرات ضمن مشروع تعزيز استخدام وسائل صديقة للبيئة وقالت رئيسة جمعية البركة النسوية إلهام الشيبة إن الجمعية ركزت على الدورة أو في الدورة على استهداف النساء اللواتي فقد نعوى إلى هنا جراء الحرب إلى جانب النساء الفقيرات وسيتم تدريبهن على كيفية تحويل المواد الصديقة للبيئة إلى مواد يمكن استخدامها في الحياة اليومية وأشارت الشيبة إلى أن الدورة ستسهم في إكساب النساء المتدربات مهارات حرفية ستمكنهن من تحسين وضعهن المعشي من جانبه أكد مدير مكتب الإعلام الدكتور ياسر عبا عزب أن العودة إلى استخدام المصنوعات الحرفية سيسهم في التقليل من الاستخدام المفرط للمواد الباليستيكية خصوصا وأنه يتسبب في حدوث مخاطر كبيرة على البيئة يتلقى طبعا المشاركين في الدورة الدريبية وتنظمها جمعية البركة النسوية بداعا من منظمة أميدس عدد من المحاور أهمها التعرف على أضرار البلاستيك وأيضا على البيئة والمجتمع والفرد وأيضا حملات التوعية لأهمية دور الإعلام والحملات التوعية في التقليل منها أو الحد من البلاستيكة في محاورة طبيعية بصورة خاصة والوطن بشكل عام طبعا الدورة هذه دورة تخصية دورة نوعية تهدف إلى إيجاد جمعيات قادرة على مواكبة عجلة التطورات ومنها المنع التدريجي لاستخدام البلاستيك طبعا اليوم العالمي للبيئة كان شعاره معا من أجل مكافحة البلاستيك العالم كل أجمع على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي اليوم تباتت تهدد أمن واستقرار المجتمع وهذه قدت فكرة المشروع لتراكم الأخطار البلاستيك وتراكم مادة البلاستيك من السلة البلاستيكية الموجودة داخل المنطقة وتراكمها أدى إلى موجود خطر يهدد التربع الإنسان والحيوان نشرتنا انتهت مشاهدين الأعزاء وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من عنوين الحكومة تؤكد أن تصعد ميليشيا الحوثي في مأرب يكشف موقفها الحقيقي من السلة فقدان أربعة بحارة يمنيين جراء غرق مركبهم قبالة سواحل المكلة في ختام نشرها تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء